برج القوس حاسس بأن خطواتك زي ما بيقولوا كده متقفل عليها. كلما تيجي تدخل من ناحية تحسين أنها مقفولة. تدخل من ناحية تلقها مقفولة. الشوارع مسدودة. حاسس أن انت تعبان ومتدايق ومخنوق. والدنيا ضيقة عليك قد كده. والحاجة مش رادية تمشي. والأمور كلها يعني سبحان الله ولا حاول أقول تلا بالله. أحب أقولك إن الوضع ده مش هيفضل كتير. وإن فيه انتصارات على المجال العاطفي والمادي والاجتماعي والعملي. وكل المجالات إن شاء الله فيها انتصارات وفيها نشاط زيادة ليك في الأيام اللي جاية يا برج القوس. عايز أقولك كمان إن ليك انتصارات وليك تحقيق للأهداف. إن شاء الله. حاجات انت مش منتظر إن هي تتحقق. حاجات كانت مقفولة ومش منتظر إن هي تتفتح. إن شاء الله ربنا هيفتحها في وشك ويبعث لك اللي انت بتتمناه. بالزبط بالزبط بالزبط. ولو فيكم حد بيمر بوعكة صحية والوعكة دي مطولة والواحد زهق وتعب. وحاسس إن الدنيا يعني إيه ده هو أنا مش هروق بقى هو أنا مش هخف بقى. لا أحب أقولك إن كل مؤمن مصاب وكل زي نعمات محسود وربنا بيبعث اللي ابتلاءات على قد الصبر وعلى قد الاحتمال. ولازم إن احنا نحتمل ولازم إن احنا نصبر علشان ربنا يبعث لنا الفرج بعد اللي ابتلاء. كلنا 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 بنتعرض لابتلاءات كتيرة وربنا إن شاء الله بيسويها وبيعدلها من عنده. واللي بيتعرضوا لابتلاءات صحية فحب أقولهما إن شاء الله هيشوفوا الشفا والسعادة في الأيام اللي جاية. شوفوا أيامكم بمنظور مضيق بلاش النظرة التشاؤمية بلاش النظارة السودة إن شاء الله فيه نصلاح للحال. وبعد الصبر الطويل الطويل على الألم وعلى الضائقة مالية كانت بتمر بيك يا بورك الخوص. في فرج. ربنا ما خلقش حاجة من غير حل. وربنا بيبعت لكل واحد اللي ابتلاء على قد احتماله. فإن شاء الله فيه لك خير كتير كتير كتير. وأحب أقولك إن أنت هتتلقى هدية. هدية كبيرة هتجي لك وهتفرحك جدا جدا جدا. هتكون مدخول للسعادة عليك وعلى أهل بيتك. سواء إذا كنت إنت متزوج أو أعزب فهيكون فيه خير كتير إن شاء الله داخل في بيتك. كمان عايزين نقولي لو حد منكم تقدم الوظيفة أو شغل وفيه مسابقة للوظيفة أو الشغل دوت. فإن شاء الله هتكونوا من الرجحين والمقبولين إن شاء الله. حساسيتك إزاي ده شدت أعصابك أو الترك اللي في الفترة دي والفترة اللي فاتت يا برج القوس ما فيش منه أي داعي. بتمنى إن انت تهدى وتستقر شوية عشان النرفازة والعصبية دي بيبقى ليها أثر سيء جدا عليك صحيا وجسديا ونفسيا وعلى المحيطين بيك. فبتمنى إن شاء الله إن أيامك اللي جاية كلها تكون مستقرة يا برج القوس وتحقق كل أحلامك. أبشر إن شاء الله بقدوم خير كتير إن شاء الله ووفير ليك وللي حواليك. عايزين نقول بالنسبة للمنفصلين والمبتعدين والمطلقين من برج القوس. إيه الحكاية وإيه الدنيا وإيه الحبيب رايح فين. عايزين نقول إن لكم بناء من أول وجديد وليكم رجوع إن شاء الله. وفيه ليكو تحقيق أمنية غالية برجوع الحبيب ليكم. وفيه طاقة استشفاء للقلب وللروح. هتخلي أيامك اللي جاية كلها كويسة. أحبكم في الله يعني أحب دايماً لكم كل الخير يا برج القوس. أحب أقول لكم إن فيه رحيل للألم والعذاب والمعاناة اللي إنتوا مريتوا بها كتير. فيه كمان فرحة ونصرة هتشوفوها في عاديكم والناس اللي كانوا فرحانين بحدوث طلاق أو بحدوث انفصال. وإنتوا تستهلوا وإنتوا كان لازم يحصل فيك وكده أحب أقول لكم إن انتم هتنتصرهم وهتفرحهم فرحة مليها أول من آخر. وهيكون فيه غيز وغل عند الناس دول فأحب إن انتم تحصنوا نفسكم من عينيهم لأنهم هيبعتوا لكم شرز كده من عينيهم إن هم إزاي إنتوا حققتوا ده وإزاي إنتوا بعد كل اللي هم عملوا ده. وصلتوا برضو لمبتغاكم بتمنى لكم كون لكم الخير والسعادة. خلينا نشوف بالنسبة للمتأخرين الزواج وبالنسبة للعزاب. إيه الدنيا بتقول إيه؟ الدنيا بتقول إن لسه هتتعلموا في الدنيا كتير. لسه هتعرفوا من الدنيا كتير. في لكم انتصار وانتقال لحياة الحرية والرفاهية شوية في الأيام اللي جاية من ضمن الرفاهية ديها تلحصول على أحباب والتواصل معاهم ومعرفة إن الدنيا لسه بخير وإن انتوا لسه مرغوبين وإن في حد عايزكم وإن في حد بيحبكم وإن انتوا قد كده حد قلبه طيب وروحه صافية ويستاهل الحب والسعادة اللي اتحرم منها كتير. معظمكم أو بعضكم هيحصلوا على الحبيب أو الشريك ده من أراضي تانية من بعيد من سفر من بلاد تانية بعيدة عنكم قوي ممكن تكون حتى بينكم سفر طيارة. هتعرفوا عليهم من خلال النت هيحبوكم ويتحبوهم وأول ما الأزمات دي تزول فهيجولكم وهيتموا من الخطبة والزواج والتقدم في مشاريع للحب بكل الحب وبكل الوفاء إن شاء الله بكل الإخلاص. هيكون في نجاحات كبيرة جداً لكم يا برج القوس على المجال العاطفي من المتأخرين في الزواج والعزاب. أيامكم كلها كلها يا رب يكون كلها فرح. متأسف جداً لإن ما بقدرش إن أنا ما مدعيش. والناس اللي بتجدأي إن أنا بدعي فهيتغاضم عن هذه الجزئية. يا رب ما تتنسونيش من النقط حطولي لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. خلينا نشوف حبيبي وحبيباتي من برج القوس يعني اللي تأخرهم في الإنجاب الدنيا فيها إيه؟ واللي معرضين للحمل إن شاء الله ومعظمكم معرضين للحمل وهتحصلوا على الحمل يا برج القوس. عايزين نقول كمان إن بالنسبة للأشخاص من برج القوس واللي بيعانهم للأسف يعني من أعاقة جسدية أو نوع من أنواع الأعاقة. فحب أقول لكم إن ربنا هيعوضكم بالحب اللي يحسسكم بإنكم مكتملين وكملين ومش ما بينقسكم شيء أبدا بالأعاقة الجسدية. البنى آدم مما يبقى معاق جسديا أحسن مما يبقى معاق ذهنيا وعقليا ومش أصد على الزوال الاحتياجات الخاصة. لأ أنا أصد لما يكون البنى آدم عقله واقف وجامد ورافض للتقدم ورافض للتطور وبنى آدم أسود من جوة للأخرين. فإن شاء الله ليكم الخير وكل الخير. خلينا نشوف قرائتكم العاطفية البحتة في خلال الكروت الرومانسية بتقول إيه لبرج القوس؟ بتقول إن في حب حقيقي هيدخل حياتكم أو حب حقيقي موجود في حياتكم إن شاء الله. فليكم انتصار وليكم كيد للأعادي إن هم هيتكادوا منكم وهيتدايقوا منكم. خلينا نقول إن فيه إكمال لزواج وخطبة وفرح وفرح وحياة سعيدة رومانسية مليئة بالحب والسعادة. خلينا نقول كمان إن فيه منكم واللي إن شاء الله إن شاء الله هيكون لهم يعني شفافية زيادة لدرجة إن هم يبقوا عارفين اللي جاي فيه إيه؟ ربنا هينور بصريتكم قوي 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 في الأيام اللي جاية بالذات النساء من برج القوس. فهتشوفوا الحياة بمنظور تاني وبعنين تانية وفكر جديد. هيبعت لكم أكيد حاجات حلوة كتير. بالنسبة لحبيبي المتأخرين في الزواج زي ما إحنا شايفين أهو في حصول على زيجة وإتمام للزيجة في حصول على الأحباب والحب الكبير الكبير اللي إنتوا تستحقوه هيكون من حدكم من نصبكم. بتمنى أنتوا يعني ترقوا نفسكم وتقوموا باستخدام الرقية الشرعية وكمان تستخدموا المعاوزات وقاية الكورس لأنه واضح أن الطاقة الحسد رهيبة يا برج القوس. فحصنوا نفسكم وحصنوا أحبابكم وحصنوا أهلكم يا ربي يا ربي بعيد عنكم كل شر. بحبوكوا كلكوا يا برج القوس. ياريت ما تنسونيش من دعوة صالحة إن شاء الله أن ربنا يصلح لي الحال ويحقق لي أحلامي وطموحاتي وأمالي ويبارك لي في أولادي. ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر